هذا وأكدت زينب سلمان العويناتي رئيس نيابة الأسرة والأطفال خلال استضافتها في برنامج بكم نعود أن قانون العدالة الإصلاحي الجديد يعد إضافة نوعية ومتقدمة لمنظومة حماية حقوق الطفل في البحرين طبعا الضمانات التي قررها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال كثيرة متنوعة وشاملة وأكيد تتفق مع المبادئ والمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة للأطفال من هذه الضمانات يجب إحاطة الطفل بكافة المعلومات بشأن التهم منسوب إليه ومثل ما أتفضل سابقا إذا أحتاج لمترجمة من الاستعانة به أيضا الاستماع إليه وتفهم مطالبه ومعاملته بما يحفظ كرامة الإنسانية ويضمن سلامة البدنية والنفسية والأدبية أيضا يتم إختار ولي أمرأة أو من يمثل قانونا بكل التجراء يتخذ فيه حقه ومن الضمانات أيضا سرية المحاكمة بحيث لا يحضر المحاكمة الطفل إلا ولي أمرأة أو المسؤول عنه قانونا والشهود والمحامين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر